أمام واقع معقد وشلل سياسي في العراق في عدم قدرة الأحزاب استكمال الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة المقبلة تتجه الأراء حول إمكانية الذهاب إلى حكومة طوارئ بعض تلك القوى السياسية أيدت هذا الخيار وبدأت تدفع إلى تبنيه في ظل المناكفات والسجالات والخصومات السياسية ما بين الكتل أعتقد أننا إن لم تكن هناك رؤية لحل حلة هذه القضية سنذهب إلى الانهيار السياسي وليس الانسداد السياسي وبالتالي سيناريو حكومة الطوارئ لا زال مطروحا لكن خيار حكومة الطوارئ لا يخلو من عرقلات هو الآخر قد تحول دون تطبيقه فالأمر يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بعد تحقيق النصاب القانوني وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ما يعني أن التوافقية لا بد أن تكون حاضرة وهو ما تفتقده القوى السياسية في البلاد بعدم توفر إرادة سياسية لدى الكتل باتجاه حل البرلمان هو اللي يعني أعتقد راح ما راح يكون يعني هناك حل على القلب الأفق البعيد بالنسبة للبرلمان لكن أعتقد هناك بوادر خارجية لحل المشكلة العراقية يعتقد العراقيون أن المشكلة الأساسية في المشهد السياسي تكون في الدستور الذي فصل على مقاسات طبقة السياسية والتي يتهمونها بأنها سبب كثرة الأزمات المتتارية التي أنهكت العراق منذ ما يقارب العقدين من الزمن محمد فاضل الغد بغداد